أصدر مجلس الوزراء قرارات تتعلق بإحالة موظفين على التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني قبل العاشر من شهر شباطة المقبل وبموجب القرارات تمت الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ التاسع والعشرين من شباطة المقبل كما وافق المجلس على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ التاسع والعشرين من شباطة المقبل وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية والسبعين بعد المئة من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم العاشر من شهر شباطة المقبل